هل التدابير الوقتية تشمل اللاعب مع العلم ان اللاعب في القضية هذه واضح مئة بالمئة انه مذنب هذه مشكلة يا فيصل الرأي هذا ما في شيء اسمه مئة بالمئة لكن يقول مع العلم ان اللاعب في القضية هذه واضح مئة بالمئة انه مذنب ولا مجال لاي مخرج لالغاء العقوبة عليه خلاص يا فيصل ان تصدر الحكم وخلاصنا ليش احنا نروح بحاكم مدام انت ما شاء الله عندك الحكم بخلاف العقوبة الصادرة ضد النادي التي قد يتم الغاؤها بش رأيك أبو خالد في السؤال الأخفيص لا يبدر شوف في الأول والأخير الفيفا توجههم دائما أن اللاعب يعني اللاعب بمثل يكون الأقوى في القضايا هذه ما هي مع اللاعب أنه يشارك بشكل مستمر أنه ما يتعطل هذا في الأول الأخير مصدر رزقه الأول إذا أخطى في قوانين في أنظمة في لوائح أنه فعلا تعاقبه أما أنه اللاعب يتوقف في قضية ما زالت منظوره يا أبو بدر ترى طالما أنه في قضية ترى ممكن محمد كنو يطلع ممكن يطلع ممكن ما يصير عليه قرار وقف يعني في الأول الأخير حد فيه مرافعات فيه أخض عطا ليش حكمنا محمد كنو خلاص أخطى عنده مخالفة لكن هل تستحق الوقف هذا أربع شهور شهرين ستة شهور فالقضية منظورة ما يحب الله أنه يلعب إلى أن يفتر قرار منه أو ما يصير وقف ما تدري وممكن ما يصير وقف يصير زي البلانتي زي البلانتي لما تروح للفار زي البلانتي لما تروح للفار وتشوفها هي بلانتي ومو بلانتي بعدين تشوف أنها كانت اللعبة أوف سايد أساسا صحي صح؟ لا أحد في الأول أخير يبدل قضية منظورة لازم اللاعب يلعب لازم اللاعب يلعب حمد عجبتا حمد عجبتا طيب